2019-2020 موسم جامعي جديد سيلجه الطلبة متصف أكتوبر المقبل أي بتأخر يفوق شهراً كاملاً عن المعتاد حركه الثاني والعشرين فيفري المستمر اليوم أرخى بذلاله على قطاع طيب وزيد ما أجبر مدرأ الجامعات على برمجة امتحانات السوداسية الثاني إلى مطلع سبتمبر الجاري بعدة جامعات من الوطن كثير من طلبة خصوصاً بجامعة ذات الزوار والعديد من الجامعات أن الامتحانات السوداسية الثانية مع بداية هذا سبتمبر وحتى تكملات الدروس للسوداسية الثانية وبالتالي تأخر دخول جامعي إلى منتصف أكتوبر أو إلى غاية نوفمبر هو تحصير حاصل من هذا الجانب بالإضافة إلى هناك بعض الممارسات التقليدية التي كانت من السابق من غلق للإقامات في وجه الطلبة وعدم استقبالهم تأخر قد يتم استدركه بتفعيل آليات تشترك فيها اللجان البداغوجية والمجالس العلمية مقابل امتثال الأساتذات والطلبة على حد سواء بالرزنامة الجامعية يجب على الجامعات أن تفعل آليات الموجودة قانوناً وهي اللجان البداغوجية والمجالس العلمية وكل ما هو متعلق بالبداغوجية والإدارة يجب عليهم تكثيف الاجتماعات بقدر حل حالة المشاكل بالإضافة إلى ذلك أنه على الأساتذة والطلبة الشروع باكراً في عملية الجامعة والامتثال للرزنامة التي تقدمها الإدارات والجامعات حلول وأخرى كتمديد ساعات التدريس إلى وقت متاخر من المساء قد تساهم بسد فجوة تأخل الدخول الجامعية التي ستتكرر كل موسم ما لم تتحرك الوزارة الوصية لإيجاد حلول واقعية